لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وانوان حلقتنا النهاردة عقيدة أعظم شارح للبخاري احنا شفنا مع بعض في خلال الحلقة اللي فاتت أن جلال الدين السيوتي وهو أشعاري قال أن الرسول بعد وفاته مازال حيا وعلى نبوته وابن حجر بيأكد أن الأنبياء معصومين حتى من صغائر وأن العسمة واجبة حتى قبل النبوة وأن الأنبياء معصومون في المنام المعنى في منامهم أنفسهم وقد يكون أيضا في منام غيرهم لهم ومن الممكن حد يشوف الرسول في المنام والنبي كمان يشرع عليه وهو طبعا ميت وطبعا ده بناء على إيه؟ على أنه حي في قبره وكل ده خالف فيه الأشعارة أهل السنة وإجماع السلف على عدم التشفع بأي نبي مات أو يسأله في نصرة أو رزق أو هداية وطبعا كل ده أيضا لا يجوز مع الملايكة ولا الصالحين وعقيدة ابن حجر فعلا بيؤمن ويعتقد بالتوسل والشفاعة وابن حجر ما استكفاش بالاستشهاد بشعر أبو طالب اللي مات كافر في الاستثقاء بواكه محمد قبل النبوة كمان هو نفسه قال شعر وخلينا نشوف ابن حجر قال إيه؟ فاشفع لما دحك الذي بك يتقي أهوال يوم الدين والتعذيب وهنا تشفع وبعدين يكمل يقول بكم توسل يرجو العفو عن زلل من خوفه جفنه الهامي قد زرف وهنا طبعا التوسل وانقلطت من العسيان نفس في باب محمد باب الرجاء وهنا طبعا السؤال وطبعا ابن حجر بيطلب الشفاعة حقيقية من رسول الله وبيتوسل إليه لأنه بيعتقد بحقيقة حياته وأنه معصوم بل كمان هنشوف فتوى الابن حجر يقول لنا كده سويلة ابن حجر عن من قال شي لله يا سيدي عبد القادر فقال له شخص هزا شرك فهل دعوة الاشراك خطأ من قائله ويجب عليه التوبة والاستغفار في ذلك واحد بيسأله فابن حجر بيجاوب بيقول إيه؟ إن اعتقد القائل أن حصول الكائنات بإرادة الله تعالى ولم يقصد حقيقة الدعاء لم يمنع وكان الأفضل أن يقول أسأل الله وأتوسل بعبد فلان أو يقضي حاجتي أما إطلاق كون ذلك شركا فلا وإنما تكلم في ذلك الشيخ ابن تيمية وأراد التحذير مما وقع لأهل الجاهلية لكنه توسع في ذلك كعادته وأنكر الناس عليه ذلك من زمانه إلى الآن خصوصا في قوله إنه لا يتوسل بأحد من الأنبياء ولا بنبينا عليهم صلى الله عليهم صلى الله وسلم عليهم فإنهم اتفقوا على خطأ في ذلك وقد وقع في جامعة الترمزي أن النبي علم بعض الصحابة اللهم إني أتوسل بنبي الرحمة هنا واحد سأل ابن حجر لو في حد قال شيلي لا يا سيدي عبد القادر هل ده بيعتبر الشرك؟ هل يستوجب التوبة والاستغفار؟ فرد ابن حجر وقال له لا المهم النية اللي يقول وهو فاهم إن الله هو اللي بقردته هيحصل على طلبه يعني ياخد طلبه لم يقوم نق والمفروض يقول أسأل الله وتوسل بعبده فلان وفي قضاء الأمر المعين ده وكمل ابن حجر وقال إن ابن تيمية أخطأ لما قال لا يجوز التوسل بأحد من الأنبياء ولا بالرسول وقال إن في جامعة الترمزي أكد إن النبي يعني علم بعض أصحابه اللهم إني أتوسل إليك بنبي الرحمة وبكده انتهت فتوى ابن حجر واللي بيأكد كلام ابن حجر إن التوسل بالأنبياء جئ إذا عند الأشعارة وإن الأشعارة بينكروا على ابن تيمية التشفع بالأنبياء اللي ده قال الألوسي عن السبك في تفسير الألوسي خلينا نشوف فين تفسير الألوسي تفسير صورة البائدة تفسير قوله تعالى يا أيها الذين أمانوا اتقوا الله وابتعوا إليه الوسيلة بيقول لنا إيه وقد شنع التاج السبكي كما هو عادته على المجدد اسمه واحد فقال ويحسن التوسل والاستغاثة بالنبي إلى ربه ولم ينكر ذلك أحد من السلف والخلف حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما لم يقل عالم وصار بين الأنامة مسلاة انتهى وهنا طبعا في تفسير الألوسي نقل عن التاج السبكي انه يحسن التوسل والاستغاثة بالنبي وانه محدش أنكر من السلف والخلف حتى جاء ابن تيمية وأكد وكده وكأنه بيقول يعني ان ابن تيمية هو اللي مبتدع وخلينا نروح يعني نرجع مرة كمان لفتوى ابن حجر ونركز المرات دي على الحتة دي بيقول ايه ابن حجر أما اطلاق كون ذلك أشراقا فليه يعني ايه يعني شيء لله يا سيد عبد القدر نداء غير الله والطلب من غير الله والتزلل لغير الله والتوسل لا يطلق عليه شركا ونشوف الشيخ محمد رسلان هيقول لنا ايه ودعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على صور الأولى أن يتوجه الإنسان بالدعاء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كدعاء الله عز وجل فيقول يا رسول الله اغفر لي او ارحمني او اعمل لي كذا وكذا إلى غير ذلك مما قد تسمعه في بعض المواضع وهذا شرك أكبر إذ انك سألت الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وهذا شرك أكبر لأنك صرفت الدعاء لغير الله فهذا شرك في العباد وأما الصورة الثانية فأن تسأل الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ليس شركا مخرجا من الملة ولكنه حرام وبدعة لا يجوز وهو خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو مردود على صاحبه هنا الشيخ محمد رسلين أكد أن اللي توجه بالدعاء للرسول كدعاء الله مثلا لما يقول يا رسول الله اخفر لي أو ارحمني أو غيري ذلك فهذا شرك أكبر لأنك صرفت الدعاء لغير الله وأن الصورة الثانية إنك لو سألت الله بجاه النبي هذا ليس شرك ولكن حرام وبدعة وخلاف ما جاء به الرسول وطبعا ابن حجر مرجع وإحنا شفنا الكلام ده في حلقة رقم 57 وكانت بعنوان إيمان الرسول وإيمان إبليس واحد عند ابن حجر كلام ده احنا أكده من كتاب دراسة موضعية للحقية ولمعت الاعتقاد الوسطية لعبد الرحيم السلمي بيقول هؤلاء المرجئة عكس الخوارج تماما يقع الواحد من الناس في الشركيات كأن يطوف حول القبر ويسبح لغير الله وينزر لغير الله ويعذرونه ولا يكفرونه فهؤلاء عكسهم وكلتا الطائفة طين من أهل البدع والضلع يعني المرجئ يقول إيه؟ المرجئ يقول اللي يعمل عمل فيه شرك أو شرك فده مش كافر بالأعمال دي وأكتر من كده مزال مؤمن فإيه المشكلة يعني أنه تشفع بالرسول وتوسل إليه هو ميت وابن تيمية طبعا رد في ضرق تعارض العقل والنقل لابن تيمية وقال ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها كما يدعو الله تعالى ويصوم لها وينسك لها وتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بشرك وإن دم الشرك إذا اعتقدت إنها هي المدبرة لي فإذا جعلتها سببا وواسطة وواسطة لم أكن مشركا وطبعا بالقياس على أسلوب ابن حجر يجوز السجود لقبر النبي أيضا ودعائه كدعاء الله ويصوم له وأي شخص إذ كان وليا باعتقاد بني يتوسل بي يكون هذا طبعا ليس بشرك لإنه هيقول إيه اللي هيعمل كده لإني لا أعتقد إنه الخالق أو إنه يدبر العالم إنما هي أسباب بسائط وهذا ليس بالشرك وأخيرا هنشوف ونشوف حكم ابن حجر من خلال هذه الفتوى يعني فتاوي للجنة الدائمة المجموعة الأولى بتقول إيه نداء ودعاء النبي في كل حاجة والاستعانة به في المصائب والنواقب عمين قريب أعني عند قبره الشريف أو من بعيد أشرك قبيح أم لا ده سؤال الإجابة دعاء الدبي وندائه والاستعانة به بعد موته في قضاء الحاجات وكشف الكرب شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام سواء كان ذلك عند قبره أم بعيدا عنه كأن يقول يا رسول الله اشفيدي أو رد غائبي أو نحو ذلك لو من قوله تعالى وإن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد وقوله أيضا من يدعو مع الله إلها آخر ده برهانة له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرين وطبعا ابن حجر بيقول إيه طبعا ابن حجر يقول شير الله يا سيدة عبد القادر وبالتالي رسول الله أعظم من عبد القادر وابن حجر يرى جواز التوسل برسول الله والاستعانة به أيضا وكمان بيقول فيه شعر بيقول إيه وإن قنطت من العسيان نفس فباب محمد باب الرجاء دعاء النبي وندائه والاستعانة به بعد موته في قضاء الحاجات وكشف الكرب الشرك أكبر يخرج من ملة الإسلام شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام يعني أعظم شارح للبخاري مشرك بحكم الفتوى دي دلوقتي أنا هعمل لكم لخص للحلقة إحنا شفنا الشعر لابن حجر نفسه هو يتشفع بالرسول ويتوسل إليه لأنه بيعتقد بحقيقة حياته وإنه معصوم وفي واحد سأل ابن حجر لو حد قال شير الله يا سيدة عبد القادر هل ده بيعتبر شرك وهل يستوجب التوبة والاستغفار فرد ابن حجر وقال المهم النية اللي يقول وهو فاهم إن الله هو اللي بقردته هيحصل على طلبه لم يمنع والمفروض يقول اسأل الله يقول أسأل الله وأتوسل بعبده فلان في قضاء الحاجة وعند ابن حجر التوسل مش بس بس سيدة عبد القادر لا ده كمان بالرسول وطبعا شفنا إن أهل السنة ردوا وقالوا إن دعاء النبي ونداءه والاستعانى به بعد موته في قضاء الحجر وكشف القرب شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام يعني أعظم شارح للبخاري مشرك وتابعوني الحلقة الجاية عشان نواصل عقيدة ابن حجر لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي قدر السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أك رد بعقل إذا ما نقمل بعقل وإذا أرد بعقل وإذا أذكر بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بين حقل المساعد اشتركوا في القناة